طيب نرجع تاني نتكلم عن المباراة ركالد سواريش بعد المباراة قال تصريحاته المعتادة تصريحاته المعتادة تحدث عن الأمور البدنية في الأهلي وتحدث إنه الجملة الشهيرة أنا مش ساحر أنا راجل مدرب أنا مش هاي أغير كل حاجة وأنا بصراحة معاه وأنا بصراحة معاه إحنا منطلب من المدرب دايما أول ما بيجي فنادي في منتخب اسحر غير كل حاجة خلينا شوف برشونة بيلعب خلينا شوف منشستر سيتي بيلعب خلينا شوف ليورد بورد بيلعب ما فيش الكلام ده ما بيحصلش من يوم وليلة ما بيحصلش حتى في الفرق اللي أنا قلت أسماءها دي لما بيجي لهم مدربين يعني بيب جورديوان نفسه قعد فترة بيتعثر مع منشستر سيتي نفس القصة يورجان كلوب نفس القصة أنشلوتي وازدان صبر ما فيش أصلا هو جاي في ظروف مستحيل حد ينفع يشتغل فيها هتقول لي مستحيل إزاي هقولك ضغط المباريات كبير جدا الأهلي عنده بعض المشاكل فيما يخص النقلة المرحلة الانتقالية ما بعد موسماني وعبها متعودة مع موسماني على شغل وطريقة فجأة بيتغير الكلام دوت في نص الموسم والأهم من ده كله كمية الإصابات والغيابات اللي مش طبعية في أسماء أساسية أنا هقولك اللي أنا فاكره دلوقتي هقولك كده اللي هيب بالي محمد شريف طهر محمد طهر حسين الشحات بيرسي تاو وقابليهم أكرم توفيق وقابليهم عمار حمدي ده ده اللي بيجي في بالي والنهار ده وصلاح محسن وعند وكان هاني بيتصاب وكان أنا قلت حسين الشحات وكان أيمن أشرف بيتصاب وياسر براهيم بيتصاب وبدل بلون كان قاعد فترة وطهر محمد طهر طبعا مصاب أنت عندك أسماء مش عارف يعني مش عارف أعدهم من كترهم أنت معك فرقيتين مصابين وعمل السلية أقول اللي بقى هفتكره هقوله لكم وعمل السلية فأنت أصلا الوضع غير منطقي وطبيعي أن المداري بيشتغل أنا أفهم أنك تحسبه لما يبقى معافة أكاملة لما يبقى بادئ فترة إعداد لكن تحسبه دلوقتي مين مدارب هيشتغل بزروف تيه هيصنع المجد وهايصنع التاريخ مين ما فيش طيب هتقولي طب إيه خلاص خلاص يعني كده الأمور انتهت بالنسبة لنا في الأهلي لا ما انتهتش بالنسبة لك في الأهلي هقولك إزاي الأهلي في رأي دلوقتي محتاج أنه يبقى أكثر هدوءا ودي أصعب حاجة هتبقى على قدارة النادي والجهاز الفني واللعبين أكثر هدوءا في كل التوتر والعصبية دي النادي الأهلي لو عايز يكمل في المنافسة على الدولة لازم يبقى فيه منتهى الهدوء هتقولي يعني فيه منتهى الهدوء أقولك إداريا لازم إدارة الآيات تكون هادية جهاز فني ما يسمعش بقى للضغوط كل الجماهير وخلافه ما يشككش في قدراته ما يحسش أنه لأ فعلا عندي مشكلة لأ اثبت وخليك وصك من نفسك اللاعبين هم عليهم الدور الأكبر بكتير وريني شطرتك وريني بقى أن أنت لعب أهلي دايما الجملة الشهيرة اللي بيحبها لعب النادي الأهلي وجمعين النادي الأهلي الأهلي بمن حضر اثبت وريني ما تجيش تقولي بقى غيابات أنت لابس تيشرت النادي الأهلي دي الجمل برضو اللي بتتقلم الأهلي بيكسب بما أنك لابس تيشرت النادي الأهلي فأي لعب يلبس تيشرت النادي الأهلي يقدر يلعب ويتقلق ويتميز واسيبك من الجمل الجميلة الشعرية الحلوة اللي فيها حماس وروح وعظمة اسيبك من كل ده هو فعليا بما انك انت بتلعب للنادي الاهلي فطبيعا انت لعب كبير اثبت انك لعب كبير ورينا ورينا الشطارة انا من الناس اللي داخل هوا النهاردة ولا مقترع انه الاهلي لسه مخرجش من المنافسة فاهم نوبة الغضب الكبيرة جدا واعتقد نوبة الغضب الجماهيرية عند النادي الاهلي سببها الفواءان اللي فيه الزمالك وفيه بيرامد فهم القانين من المستقبل اذا كان الحاضر كده المستقبل هيبعمل ازاي بالنسبة للاهلي وبالنسبة للزمالك وفيه بيرامد اللي ماشيين بشكل معقول جدا الفترات الاخيرة بس انا رأيي انه لسه الاهلي هيتعصر تاني الزمالك هيتعصر وفيه بيرامد زي هيتعصر الشاطر اللي يقلل تعصراته الشاطر مش انه اللي هيكسب كل المباراة اللي جاية مفيش فريق في التلاتة وانا بقول او يعني توقع مش هقولك على مسؤوليته وعلى عظمانت الله اعلم بالغيب بس توقع توقع انه التلاتة هيتعصره في الفترة اللي جاية لسه لسه بدري لسه فيه كلام كتير يتقال على المنافسة على لقب الدوري اشتركوا في القناة